بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في الجزء الأخير part 8 من chapter 7 اللي هو the earth pressure بس النهاردة هنتكلم في حاجة تانية خالص هي لو أنا عندي الحيطة بتاعتي ميلة والطربة كمان ميلة نعمل اين؟ عشان نحل المشكلة ديت للأسف رانكين مش مدناش حل ليها هو رانكين ادانا حل لو الحيطة رقصية وده ميلة لكن لو كانت الحيطة ميلة مدناش لها حل اللي ادانا الحل مين؟ ده عمنا قولوم هو ده اللي قال النظرية بتاعته بيقول ايه بقى افترض الاول ان الماتيريال جراني والسويل يعني خد بقى الاحتكاك ما بين الاتنين وبعض يعني يحصل ايه انهيرات شايفين البي سي وان او بي سي تو هو بيعمل ايه؟ ببساطة عشان نقول الفكرة المسألة مسألة بيانية بيفترض الوج اللي قدامه ده شايفين الوج ده؟ هيحصل له انهيار ويبتده يعمل له اتزان عنده بيتزن تحت تأثير وزنه اللي هي الدابليو كويس؟ وعنده هنا ما بين دي وما بين دي تفيري اكشن اسمه R وما بين الحيطة وما بين السويل هي دي الاكتف بتاعتي يعني هو رسم كده الدابليو وبعدين خط خط يوازي الار دوت من هنا وخط خط يوازي البي اكتف من هنا هو تقطعه فجاب بي اكتف بس ده على افتراض انه هو ده الوج اللي هينهار اللي هو على زاوية سيتا واحد فعلى هذا الاساس عمل ليه؟ قال خلاص يبقى من عند النقطة دي دي اطلع فوق كده اتلي اكتف بي اكتف واحدة اعمل ترايل تانية اهيت في الحالة دي الوزن زي الوزن عشان تجيب وزن ده تعمل ايه؟ هتجيب الحجم بتاعه او المساحة بتاعته في واحد يعني في الكسافة والزاوية سيتا اتغيرت فبالتالي القصة بتاعتك هنا اتغيرت كلي وجزئي فعندك مسلس تاني وتطلع خط موازي كده خط موازي كده عشان تجيب البي اكتف هم يقعد يحسب بقى كل دولة لحد ما يجيب اقصى قيمة هي دي البي اكتف اللي هو ايه عنده ورح هتطلو البي اكتف القانون بتاعها اللي انت شايفه دوت لكن انت مش عايزه انت عايز مين البي اكتف بتاعك بتسوي نص في الكي اكتف في الجامعة في الاتش سكوير بس تستخدم الكي اكتف اللي هي قدامك ديت طب ده لو كان اكتف اما لو كان باسف نعمل ايه او قابل باسف طب افرد فيه كيو طب ايه المشكلة ما هو كيو هيبقى فيه كيو زايدة هنا يعني يعني ما يبقى فيه كيو هيبقى فيه عندي كيو هنا زايدة يبقى هنا عبارة عن الكي اكتف في الجامعة في الاتش في الساين بيتا والكي اكتف في كيو في ساين سكوير بيتا على ساين بيتا زائد الفا خلي بالك الكلام ده على اساس ان انت جبت الكي اكتف اللي هنا واضح طيب لو في باسف بقى نفس اللي هو عمله بالظبط شايف خد ويتج برضك طبعا في الحالة دي الحركة هتبقى كده فرد الفعل هوت ورد الفعل التانية هوت فخد هنا مين ادي الواز وخد هنا واز قيمة او خط يوازي الار اللي هي دي وخط يوازي مين البي اكتف اللي هي دي تقاطعه في مين في نقط حسب البي باسف بتاعتي بس ده خد الوج ده يرجع ياخد وج تاني بيتغير بزاوية تانية وج تالت بهزاوية وهكذا لحد ما يجيب النقط اللي انت شايفها ديها تشايف هذه النقط كده ياخد اقل قيمة هي دي في الحالة دي الكي باسف بتساوي الساين سكوير اللي هي المعادلة التويلة اللي قدامك دي والبي باسف عبارة عن نص في القي باسف في الجامع في ال اتش اي سكوير يبقى مظرية كولوم بتصلح لأي حاجة يعني ما ممكن تبقى الحيطة رأسي وده افكي وتشتغل برده كولوم هتاخد ويدجي 2 بس هيبقى سهلك ان انت تحل بمين تحل بطريقة رانكين بكده يبقى احنا خلصنا الشرطر السابع اللي هو الارث بريشر وغالبا في المحاضرة هنحل اكتر من مسألة عليه واتمنى ان انتوا تكونوا مطبقين على المسائل بتاعة الارث بريشر موضوع الارث بريشر من المواضيع المهمة تخلي بالك منها كمهندس جيو تيكنيكل ونراكم في اخر شابتر شابتر 8 ان شاء الله شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته